السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتشر عند الناس كلمة إذا قال له مثلا أريد أن ألبس نعالي أكرمك الله أو صوت حمار أكرمك الله أو هذا الكلب أجلكم الله أو كذا هذا من باب الاحترام والتقدير هذا ليس له أصل يعني لو قيلت أو تركت الأمر فيه سعى يعني الله تبارك وتعالى ذكر الأمثلة في الحمير والكلاب قال كمثل الكلب إن تحمل عليها أتركه يا لها ولم يقل أكرمك الله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة يوما أو لبعضهم قال انزلا فكلها من هذه الجيفة ولم يقل أكرمكم الله ويقول إذا سمعتم صوت الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا ولم يقل أكرمكم الله ويقول يا رسول رأيناك نزعت نعالك فنزعنا نعالنا ولم يقولوا له أكرمك الله نزعت نعالك فتركها أولى لكن لو قيلت لا بأس إن شاء الله لكن لا تؤخذ إنها من الدين ليست من الدين أنه نقول أكرمك الله النعال أكرمك الله كذا أكرمك الله كذا فالله أن يكرمنا جميعا لكن هذه لا شأن لها في الدين يعني ليس الذي يقول أكرمك الله له أجر أكثر من الذي لا يقول أكرمك الله ويقول مثلا البسني عالك أو نزعتني عالي أو ما شابه ذلك ليس هذا بأفضل من هذا فتترك أفضل والله أعلم وأنا أقول لكم هذا تروا أنا أحيانا أقولوا هلأني تعودت عليها ولا أددوا يعني غضاضة في أن أقولها وأتركها الأمر فيه سعى لكن لا تلمزوا أو لا تتضايقوا أو لا تقولوا هذا الإنسان غير مؤدب لأنه ما قال يعنيMay big قل أكرمك الله لش تذكرني عليها, أكثر لا، لأمر فيه سعى الصحابة بقلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك نزعتني عالك ولم يقول أكرمك الله وإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقال له أبو ذر ما باله الكلب الأحمر والأسفر ولم يقول له أكرمك الله أو أجلك الله يعني خذ الأموم بأريحية الأمور أسهل من ذلك بكثير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته